انا وسلم متابعينا ورح نكمل وياكم الجزء السابع طبعا هنا رح نستخدم شوية ثلاث كلمات هي يعني تقريبا سهلة اللي هي اليا والناين والدوخ شوكت رح نستخدم اليا والناين والدوخ رح ناخذ اول مثال يعني اقول لي مثلا اخبرني هل الكعكة غير جيدة فالجواب رح يكون دوخ اه است زي قوت بالتأكيد او نعم انها جيدة جدا فنجي الموضوع الدوخ الدوخ انه هي تأكيد لشي انه انت متأكد من عنده مثلا هذا الشيء صح فنقول دوخ يعني انه شخص غالفت شي غلط انت تقول له دوخ صحيح 100% اللي دع اقوله هالشكل المقصود المثال الثاني هل الكافيه بارده اهنا رح يجاوب يقول ناين اه است نوخ زي فارم لا انه لا يزال دافئة جدا طبعا الكافيه تأخذ ارتكيل دير لهذا ده كتبنا هو الـ Air اللي هي التابعة للكافية فهنا نجاوب أنه هو 9 يعني ده يقول للكافية لا مو برده بعتها حارة نكمل باقي الأمثلة هل عندك السكر والحليب يقول يا نعم تفضل فاختار هنا ما قال دوخ لأنه ما هو فتشي أنه متأكد من صحة الموضوح حتى يقول له دوخ أنه بالتأكيد هذا الشي فدا يطلب من عنده أنه عندك هذا الشي يقول له نعم تفضل فهذا الفرق بين الدوخ واليا ناخد آخر أمثلة آخر مثاليا قمت ماريون نيشت يعني لنت أتي ماريون ناين زي هاتك هينت سايت لا لأن هي ما عندها الوقت فاستخدم الناين لأنه هو متأكد أن هي ما راح تيجي بس ما يصير نقول دوخ فهذا كان بالنسبة لها المقاطع الفيديو والموضوع طبعا سهل وما يستحق أكثر من 3-4 دقائق على هذا الشرح انتظروني مجموعة جديدة أكون مجموعة من الكلمات شوية راح تكون صعبة عليكم بس راح أوضحها بطريقة سهلة وإن شاء الله توصل لكم الفكرة ولا تنسوني بالعجاب والاشتراك بالقناة وتحياتي للجميع اشتركوا في القناة